مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أنف السبور حلقة اليوم سوف نخصوها الحديث على كرة القدم النسوية أي البطولة احترافية لكرة القدم النسوية ولي تحلي الموضوع أكثر وتسليل طوعة تفاصيل أكثر يحضر معنا في الستوديو سيموحمد العبدي إطار واتني سيموحمد مرحبا بك معنا أهلا وسهلا لأخت نوهاد وشكرا جزيلا على الاستضافة مرحبا بك معنا وشكرا على تربيت الدعوة مرحبا مرحبا بأي لحظة سيموحمد العبدي إطار وطني في كرة القدم النسوية وليوم سوف نتحدث على بطولة احترافية واقع كرة القدم النسوية في المغرب أول حاجة كان واحد المستجد في هذا الموسم وهو المكتب المديري للعصبة صادق على واحد المقترح لكي خاص نظام السعود والنزول وهكذا لك حتى مقترح تقسام جديد إذا كان ممكن تقررنا أكثر من هذا المقترح هذا وهذا القانون اللي كانت بحكم أنه المستجد في هذا الموسم فعلا هو أن هذا المشروع لا شيء للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية هو أن المشروع اللي يدير دي الاحتراف 2020 ودووزنا وفيه تقريبا أربعة دي المواسم رياضيها طرح واحد عدد كبير دي المشاكل على مستوى التسير على مستوى التنظيم على مستوى التكوين على القاعدة على مستوى يعني التنافسية على مستوى الأداء إذا هنا كانت ربما ملاحظات كانت دراسات كانت نقاشات حول هذا المشروع هذا فين غادي إذن هنا الدخلات الجامعة ولكن بناء على توصية الاتحاد الدولي وصدقات على المشروع دي الفاروورد هذا الفاروورد هو مشروع إفريقي بمعنى آخر أنه قد يطوروا كورة القدم النسوية في إفريقيا بخلق بطولات احترافية في جميع الدول الإفريقية والفرق أو الدول اللي عندها بطولات احترافية يعني مفروض عليها أنها تحاول ما أمكن باش المشاريع ديالها والبراميز ديالها تمشي بتوازي مع المشاريع ديال اللي فرضها لاففة ولاقاف إذن هنا يجاء إعادة نظر في هذا المشروع اللي هو احتراف في كورة القدم النسوية أو منضومة احتراف في كورة القدم النسوية والتي عرفته أحد فشل كبير هذه اللي نقاشة فيها إذن هذا المشروع صادق عليه المكتب الجامعي في شهر سبعة يوليوز في هذا العام هذا يوليوز عام ٢٢٣ لكن من اللي صادق عليه ما تمتش المناقشة دياله مع الفاروق ما تمتش المناقشة دياله حتى مع واحد عدد كبير ديال أعضاء المكتب المديري العصبة الوطنية لأنه مملكة نقش معاومة وكتدر معاومة يقول لك إحنا هاد المشروع مفرض علينا وجهنا وإحنا مجرد آدات لتنفيدها هاد المشروع وهاد البرنامج إذن هنا صحيح أنه الاختلاف فين كان ما كانش حول المضمون ديال المشروع والبرنامج كان في التنزيل وتوقيت التنزيل لأنه ما حدث في ٢٠٢٠ من اللي جاء المشروع ديال تبني الاحتراف واللي دارته الأمريكية كيرلينزي وكان عليه نقاش لأنك تقول لك أنا سوف نصل في ٢٩٠٠ ألف رخصة ويستحيل في المغرين وسوف ندير الفئة الصورة وسوف نخدم بهذه الطريقة ويستحيل كانت واحدة مجموعة الإشكالات للطرحات لماذا يستحيل؟ لماذا يستحيل؟ فعلًا لأن العصبة لديك في المغرين عندك حالياً في التقسيم جديد عندك ١٤ العصبة كانت عصبة التي لم يكن فيها ١٠٠ بنت كانت عصبة الوحيدة التي لديها ٣٤ فارق من السبب هي عصبة التي لديها ١٠٠ فارق يعني في كل عصبة لديها ١٠١ لأنها تكون لديها ٣٠٠٠ بنت العصبة الأخرى ما الذي يكون فيها؟ لماذا تفوت لك العدد معين بمعنى آخر أنه في الظرف ٤ سنين لا تستطيع أن تصل إلى ٢٠٠٠ لديها ٢٠٠٠ بدليل أنه قبل من كأس إفريقية التي تنظم في المغرب كرة القدم النسوية تقدم القافلة الوطنية لكرة القدم النسوية يعني أنهم همم رأي حدود أنهم استلاف نصل إلى استلاف إذن قافلة بميزانية ضخمة بأطار بالتنظيم تدخل السلطات والعجب المعجم تجنّد لديها وما وصلت إلى ٦٠٠ ومن ذلك ٦٠٠ لا تستميق تلعبك ورد قدم النسوية إذن هذا المشروع الجديد هو إعادة نظر في المشروع السابق لأنه تضحى بأنه محدود وأنه فشل ولكن نعطيك الهيكل بعد ذلك الهيكل هو أن المشروع الجديد فورورد والذي صادق عليه المكتب الجامعي وهو مشروع لفيفا وتبناته العصبة يوم قبل انطلاق البطولة وهو مشي قانوني بطريقة مشي قانونية بحلقت القبولة هناك إشكالات في التنزيل داينين دوري احترافي أول فيه ١٢ فاريق دوري احترافي تاني ١٢ فاريق عندنا منظومة الهوات اللي هي جديدة فيها ٣ مجموعات كل مجموعة فيها ٨ مجموعة يعني المجموعة ١٢ فاريق وعندنا ١٣ عصبة جهوية هكو هذا يكون الهيكل في ٢٠ وعشرين طرحناها وعندنا من اللي قلنا وانا اللي طرحت هتشي وناقشته ولكن مع الأسف داك المحضر ما تتبلغش للرئيس باللغو غي نعم راه كل شي مصادق حنا ما صادقناش انا واحد المجموعة قلنا اليوم لا هتشيرها ماشي ديك الساعة تنبقنا بواحد المجموعة هذه المسائلة غتكون فاشلة وقلنا ديك الساعة بانه غدي نديروا عق دوري احترافي الأول فقط نسميوها القسم الممتاز القسم الممتاز وغدي نديروا فيها 14 الفارق ونركزوا عليهم 4 سنين نمشيو بـ 25% و 50% و 75% و 100% الدوري احترافي الثاني ما يكونش لأنك ورد القدم نسويه في المغرب ما زالت جانينية وما زالت تقافة نظيمية ما كاناش وما زالت اطير الاحترافي ما كانش غادي نخلقوها هاد الدوري احترافي الثاني بقى هوات نخلقوه هوات من اللي نخلقوه هوات من بعد نديروا الدوري الممتازه هوات ونأهلوه في 4 سنين باش يكونوا ودوري احترافي الثاني عبر مراحل عبر مراحل ضيعتي الملاير وضيعتي الوقت وانهو ما عطاوكش عشرات دي اللاعبات في المنتخب الوطني ما عطاوكش عشرات دي اللاعبات في المنتخب دي القرمين العشرين اذا مشروع كيف يشك في الوقت اللي كان من المفروض نبشيو بهات الطريقة هادية ونقشو بهات الطريقة ونوصلوه لاحترافي حنايا فى عشر سنين لانهو باش تقولي انا غادي ندير الاحترافي فى 4 سنين ولا 5 سنين لأنها غلطة لاحقا 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 في أوروبا ماذا يصلوا لي؟ حاليا نحن لعبوا في مراكز التكوين لأنك الحق حسب دفتر تحملات تدعوا فئة الصغراء بطولتها 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 غير مؤهلة تكوينها انت اشتدة بغيش وانا مراكز تكوين إذا كونت واحد العدم الذي تقولي سوف نكون ألف مدرب لكورة القدمة في 4 سنين ومكتوعة فيهم مخدمة على المنتخبات لذلك ما كونت واحد ما كونت واحد إذا كنت تعرفش بهم هذا المشروع الجديد هو على المستوى النظري مهم بزاف لأنه إعادة نظر في المشروع عنده إيجابيات لكن توقيت التنزيل بحال المشروع 2020 الذي تنزل في الوقت الكورونا والمغرب خارج من أزمه وتوقفت الموارد المالية خاصة على المجتمع المدني دابا حاليا جيتين نهار قبل وطبقته وبهذه الطريقة لأنه كانت فروق مستعدة لا تلعبش هذا هو متاعب على هذا المشروع فعلا لأنه نقول لك بصراحة أن العصبة الوطنية التي من المفروض تخلق نقاش وبكري وتسلعروا أساء الفروق وتسلقش معهم قال لك لا جمعنا معهم النار فلاني كانت تنقش معهم فالجمعتهم لم يكن تقول لهم كانت تنقش معهم المشاكي والجمعتهم كانت تنقش معهم المشاكي كان بعضهم كانوا حار في ناتي وفروسهم وكانوا دروسهم له ولكن هذا العدد الكبير كانوا مغيابين وبالتالي كانوا مغيابين فالجمعتهم لأول ما نقشته وهذا المشروع هو سهر قبل لأنهم كانوا خايفين من حيات الفروق وكانوا خايفين ما ردوا الفراق وكل من حياتهم لأنهم سنعروا به وتعرفوا أن المشروع صحيح ونعرفوا أن المشروع خاصة لكني لم يمكنهم أن تقول لك هنفس لنا استميقايابدي سيكوني تتكلموا لابتولات القدم لقد سولتك على المستوى الغطورة في النتائج الفرق وخاصة هذه الدورة كانت حاسة تقيلة لنهازم بها فارق شباب محمد ياما مولاد ريالي وخاحنا يا الله درنا جولتين قرأتك المستوى الفرق وواقعهم اليوم هذا المشروع الجديد شكل ضغط كبير على الفرق النسوية هذا المشروع الجديد الفرق الأحادية لأنها كانت الأندية الكبرى أو المكاتب المديرية وكانت الفرق أو الجمعية الوحيدة للنشاط وكانت الجمعية الأحادية الجمعية الأحادية هي الجمعية المتخصصة في كرة القدم النسوية هذه كتعاني من حرب داروس هذه كتعاني من حرب داروس بدليل مشات فرقات الأفاق دخنيفرة مشات الفرقات دي الفقية بن صالح مشات الفرقات دي البنمسيك مشاهدت الفرقاتية الفيدا مشاهدت الحسنية المحمدية مشاهدت الفقه بنصارح مشاهدت المجموعة الفرق اللي كانت رائدة في كورة القدم النسوية مش بسبب أنه كانت عندهم مشاكل وقفات في طريقهم أنهم يكملوا المسيرة فعلا لأنهم لك تجيب مشروعه وكتقولين لا غادي نديرهم الاندية الكبرى الويداد والراجة والفقه والنظر بركانية لنعم عندهم إمكانيات وفي الخرج بتيهم ودخلتهم في المشروع ديال التكوين اللي ديرها الجامعة بشركة مع الوصيبين ومع شركة الطاقة الإماراتية وأن هذا الفرق يميقاش عندهم الحق يدخلوا لتمات إذن كورة القدم النسوية في المغرب المنسي مشات كورة القدم النسوية اللي هي وحادية ما عنداش الحق تستفيد من هذا البرنامج ومهذا المشروع وبالتالي هناك تضرب انتهي القاعدة إذن هذة البطولة حالياً كتعيش تحت هذة الضغوطات إذن من اللي كانت جيدة باكت لقى أن الويداد هذة العام ماشي قول ويداد العام اللي فات أدعام عنده ترسانة بشرية كبيرة إذن غدي نفس وعنده موارد مالية كتجي لنهضة البركانية هذة الفرق تغير جلدها نهضة البركانية دبعاً نهضة البركانية دبعاً اللي عندها 25 من 26 اللاعباء كلهم فوا عد النفو موعين إنه واحد نفو كبير إذن أبدلك فرق اللي هي أولا تحضر على المساوط دولي بحال السبورتينج البيضاء بحال الفارق دي يعني الفارق دي النهضة البركانية دبعاً حالياً وتوى حقق نتائج وغادي يكون معادلة صحيبة ما غادي يكون معادلة سهلة في نيكس دي المراكش كفارق أحادي نتمنى إنه ما يتحارب وما يتفرج عليه يندمج مع فارق آخر فارق دي الرجاء يتعزى فارق دي التحطانزة للفارق دي الرجاء ينحردى كفارق أحادي إذن هذة الفرق هذو حالياً طورات المستوى ديالها طورات الأداء ديالها تعاقدوا مع لاعبات اللي يقولون لك يعطيه واحدة إضافة هذة اللاعبات أولاً المغربيات اللي اللعبوا مع المنتخبات وفي المحزر وجابهم سبورتينغ مع النهضة البركانية وكذلك العيون ثم اللاعبات الإفريقيات إذن هذو هنا إذا جبتين مثلاً 6 أمرة براء زي إضربة لعبات هي عشرة هذو هنا هنا تطور الأداء ولكن على حساب من؟ على حساب الفئة الصغرى على حساب تكوين القاعدة على حساب البطولة يعني ديال الفئة الصغرى اللي مكيناش إذن هنا عندنا مركز تكوين ديال الجامعة مركز فيدرالي السعيدية ومركز ديال بني ملال وحالياً غدية تحلل مركز ديال ديال بن جرير وعندك تناوية إليا في الدار البيضاء وعندك مركز ديال الرياضة وديرها في خنفرة ومتعطي أكثر بعض اللاعبات للمنتخبات الوطنية تكوين القاعدة وتكوين الفئة الصغرى يحتاج إلى أهمية أكبر مما هو عليه اليوم فعلاً لأننا كان لعبوا بطولة باش بديل 30 عام و35 عام و28 عام وكان لعبوا بطولة بالإفريقيات وكان لعبوا بجدوم اللاعبات كي لعبوا خارج المغرب وتكونوا خارج المغرب ووجبنهم تستفيدوا منهم لأننا ستستفيد منهم ولكن للعبات الأجنبي ستستفيد منهم لاحظوا من مجددهم بأن لعبوا من منتخباتهم ويستفيدوا مالياً ويستفيدوا بجدد الحوايج ولكن القاعدة التي لديك هذه القاعدة التي لتجب من 17 أو 15 تستفيد لكن ممتع تماماً إذن ستكون هناك في للمعكوس فعلاً ورفعنا الإقع ورفعنا البطولة وثمالات لديهم عدد موارد كبيرة، والجيش كذلك موارد كبيرة، من مورها ستجي زمامرها، من مورها ستستمروا موارد كبيرة هنا سيدي فريق، وهذه هي للتمارة، والتي يعتمد على القاعدة البشرية دياله، ولكن سيدفع التمام لأن اللاعبات تخصهم واحد الوقت باش يأخذوا الجريبة وباش يتطور المستوى ديالهم هنا سيطور المدرب، سيعتمد على هذه اللاعبات لأموم مزربات والإفريقيات، مع مجموعة اللاعبات الصغارة التي سيكونوا معهم مع المدة، سيطور المدرب، سيكون مطالب بتحقيق نتائج تحقيق نتائج، لأنه يرى الطريقة التي ستصل إلى النتيجة السبmake المدرب؟! لكن أنا تحتاج إلى اللاعب المبالج في الوقت كما ستكون مستجد في الوقت هنا يتضرر المنتخبات الوطنيين، هذا لستندetzung في المركز الفدرالي الصعيدية، في المركز pewnOverك و في المركز الفدرالي البنيملال، في المركز كذا و في المركز لا يجب أن تأخذها لبنائها و تلعبها بسمية كوموتوما هذو البنائت يجب أن يكون قوى ديال الفراقي وبالتالي أنهم 1-4 سنين مثل 3 سنين وفاش تكونهم أعطيهم لذوك الفراقي ردهم و الفراقيهم باش يلعبون معهم و يستبدون منهم وتقول لي هنا المركز الفيدرالي هو تجميع لي مجموعة من الفارق لي معداش مراكز تكون ماشيك تدير مركز الفيدرالي و يكون واحد ستي اللاعب و تديهم من هذا البركانية و تديهم توارقة و تديهم الفرق الصغرى تتنص على تكافؤ الفورة فورة إذن هذا المركز تكون في دار النورمال مخصي كون الفرق و تقول لهم أنهم غير مهيكلة و غير منظمة و تكون قاعدة ولكن نحن نفهم هذا شيء مقلوب ما خاسي العبدي تكلمنا على كورة القدم النسوية إذا ثولتك اليوم على التحديات و الرهانات التي تتطرح أمام كورة القدم النسوية المغربية في هذه التدهورات الدولية التي ستحتاجها للمغرب التي تتخذ قدم النسوية كيف ترى؟ فعلا نحن نرى سوف نجد الكأس العالم الذي سنضم المغرب الخمسة من خطرات من 17 عام لكي تتطرح أمام كورة القدم النسوية هذا هو برنامج ملكي و جاء في 2018 و يوقع عليه وزير الشباب و الرياضة و وزير التعليم أمام الأنظار دي الصحي والجلالة إذن تطبيق ديالي و بده في 2020 و بده في خنفرة و بده في حسيمة و بده في دار بيضاء إذن تكويل القاعدة و هذا برامج دي الرياضة و دراسة دابت تقلبت دابة هم تقلبوا هاد شيء لأنه يرتبط بمناصيب الشغل و ارتبط بناس اللي المسيطرة على هاد المسائل هادها و لم يقلبوا هاد تكويل القاعدة و تأطير و تكويل و حاربت حتى الأطر الوطنية حاربتهم و قصوهم دي المدربين دي الفئة الصغرية أمين عليهم متواجد في شيء منتخب متواجد في شيء مركز كان أمقار كان دريس كان قاميس كان واحد المجموعة لا يوجد أن الأطر الوطنية تتخذ فرصة أه مكينيج لماذا؟ نحن لا نقول لهم خدمونا أجواني يستسروا معنا نقدرون نفيدكم فكرة منها مثل تلك يرتبط بمراكز برامج دي الرياضة و الدراسة بمراكز تكويل الفيدرالية راه ديالكم مراكز تكويل تابعة للفرق راه ديال الفرق إذن هنا من حق المغرب الغير النفي من حق الجمعيات الأحادية من حق العوصة بالجهوية أن اللاعبات ديال دوك الفرق كاملين إن خارطوا فضل برنامج ديال رياضة و الدراسة ولكن بالمواكبة ديالكم انتوما وبالتأطير ديالكم انتوما باستثمار الأطر اللي كان في كل جهة وفي كل إقليم من بعد غدين لحق الشعادة هو اللي كان لابد تحديدي مطلوح الأول أولوية وثيئات السمرة وهذا بالضبط ثانيا كان نشوف بي أنه باش نبدأ بالبطولات اللي يكارز ونتبع لها لأيدي ستاك كبار خطأ وأكبر ضربة موجاعة من المفروض كنا نفرضه على الجميع على الفورق الوطنية إلا بغينا نوصله لثلاثين ألف أرخصة في ربع سنين تكون عندك مدارس تكوين مينموم خمسين منت مينموم خمسين منت إنا لديك خمسمائة جماعية في المغرب دون كانت وثلتي لعشرة ألاف في العام الأول في ربع سنين ربع سنين ممكن لبكتك تطورت وصل ربعين ألف ولكن كيفين ستقطرهم؟ فيين ستلعبهم؟ فيين ستقوينهم؟ كيف ستغذلهم؟ ماذا ستقفق من الإطار؟ ماذا ستقفق من الإطار؟ واذا ستقفق من الإطار؟ خاصة أن الدبع حاليا لا تراهم قد تصبحي أخطر من هذا وهو ترجيح الأنوثة على حسب الكفاءة وفي الندبع أن يأتي يقول لك تكون بنت هنا وتكون بنت هنا ونحن هنا وهنا لا يوجد شغالية يعني عندهم السيدات لديهم لديهم كفاءات لتقفقون في الكفاءات؟ لا 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 أنا لا أعزه بمعنى آخر الكفاءة هي المقياس والمعيار ما بين المدرب وما بين المدربة سواء كانت ذكر أو كانت ذكر نعطيك أنا مثلا ما تريد أن تحسب الفروق النسوية نتحاسبه لأيو كينز 42 فارق فيها 42 مدربة قانون ديلا لأيو ديسات فيها 42 مدربة المساعدات 42 مدربة لماذا تحاسبني أنا يا دكور؟ لماذا تحاسبني 16 مدربة فارضها دفتر التحمولات وفارضهم مدربات إذا لم تصلت إلى كرة القدم النسوية لماذا تحاسب عليها الدكور؟ لم تحاسبني ولم تحاسب الرؤساء لأن تتبني دفتر التحمولات لم تتبنى على الكفاءة نحن مع المدربة عندها كفاءة لا يوجد كفاءة تتعلم تتعلم من المدربة أو قطرها وكوناها لا تدوز لها عشرة أيام وتعطيها الليصان صبي وتجيب والسيدة مازال وكي تخيل ذلك هناك الناس عند الليصان صي عندها 18 عام 19 عام وكي تلعبون الكورة إذا لماذا تدرت هذا الشيء كامل؟ أنا كن أضطر وحدة في 30 عام 32 عام على مشاريع الاعتزال كي نستفدو من الخبرة ومنجربة وكي يسهل علينا التكوين ليس كي نجيب وحدة 18 وحدة 17 وحدة 19 وحدة 15 كي نسماء لنا نذرة 20.000 بلون إذا أريد أن نطور كورة القدم نسوي في المغرب بشكل أكثر ما هو الوصفة لك؟ حالياً إذا أريد أن نطور كورة القدم نسوي في كل جهة تعيينة كانت كلها زبونية ومحسوبية قال لك أن أعينه لا يوجد علاقتها ورد قدم نسوي لا يوجد أن نسيب الرئيس أو أخوه أو أمرت عمه أو أي شيئ ما في حلقها تقصد أن الجهد المسؤول يتناقش مع الأنديل الوطنية؟ ناقشه ناقشه ويكون ناقش ويكون ناقش بحال الدرفس خلال 2019 نضمه السيد الرئيس والناس ناقش وعطاهم مشاريع وعطاهم حلول وعطاهم برامج وعطاهم برامج طبعاً هم عندهم بنك المعطيات المعلومات كبيرة نحن نستفده منه وننقشه نحن عددنا خبرة وتجربة في الميادين نحن نفيدكم لا يمكن أن نضركم نحن نفيدكم إذن هذه الأولى النقاش ثاني حاجة أنه المسروع دير رياضة ودراسة التي تقع أمام أنظار الملك يتعمم في المغرب ويمشي للفرق لا يمشي للعصاب ولا الجامعة يمشي للفرق والفرق تأثر فيها وتكون فيها المراكز الفيدرالية أنها تكون مراكز دير النخبة وتكون زونة يعني مناطقية كل منطقة يعني على الأقل في انتظار أنه يقول لي يجي هاوي المراكز دير الفرق هذا كل مراكز دير الفرق أنها تبنات في الأموال دير الجامعة حالياً عندك أزمة المناعب في الدار البيضاء ومركز تكون دير الويدان ويسمحش الفرق أخه يلاعبوك المراكز دير الرجعة ما يسمحش الفرق أخه يلاعبوك ومركز دير الرجعة ومتابعوه يظل هذا الأزمة اللي كان حالياً في الدار البيضاء وكان في مودة القرآن خاصة هذا المراكز الدير التي تكون أنها تساعد هذه الفرق الأخرى بحصص عندها وبالاستقبال المباريات عندها رغم أن هذه المراكز الدير المرحلة وليس يمشي لحد تقبل فيها ولكن بما الجودة دير الملاعب وبما أنها كثيرة، لكنها مشكلة أن الفرق تتعاون وتساعدها ولماذا لا يستقبل أن تدير معهم شركات وتستفيد من لاعبات دولهم هذا كله يخدم واقع كرة القدم نسوية ثالثاً، نأتي للمنتخبات الوطنية يعني دائماً كتتكونوا وكتجيب لها ناس أجانب أو ناس لقرات برة من اللي يأتيوا، ما عارفين شو يواقع في المغرب كتتقصد لقرات برة؟ كتتقصد الأطر؟ وطنية، اللي قرأوا برة وجابوا ديبلومات من برة ومن اللي يأتيوا للمغرب، واقع آخر واقع اجتماعي معقد نأتي مثلاً، نحن بالإمكان نطوروا كرة القدم النسوية وهتشكل لا يتصورش لو استطمرنا الواقع الاجتماعي شنو كي يضع؟ مثلاً البنات، نحن دبع حالياً نقرأوا لها كورديناسيون كي يقرأوا هنم من اللي بدين البنات كانوا يلعبوا الراحة في الزنقة كانوا يلعبوا الحبيلة في الزنقة كانوا ينقذوا في الزنقة، هذه كلها معطيات اللي كانت تطور الحركية كانت تطور الإحساس، كانت تطور السرعة، كانت تطور بالزفد الحواج واللي كانت تخدموا بهذا بفورو هذه كلها كانت تعدنا في الواقع الاجتماعي لدينا أستطمرنا للقيام بأن الناس لا يتصور الشارع دائماً لا تتصور الشارع و لا تتصور الشارع و لا تتصور الشارع و لا تتصور الشارع لكن اسمح لي سأخبر القاتع بك قال لي بأن الواقع تغير اليوم، الأثار تجعل عزيلاً اللي أنت تجعل فكرة القدم اللي أنت لم تقوم بفكر و التي حصلت لنا بشكل بفكر أنا أعطيك أكثر من هك واحد لدينا المئة جربتنا في خنفرة لدينا الفريق اليوم على نبي مابنين في الشوارع كان يجمعهم في ضرب المطار�وين وعندي بنات التي كان يلعبوا في الزناقل وعندي بنات العرب القيوة لخنفرة متعرفة بوعل قياسك trailer يصبح هذاء 3 الأنواع ماما أحمر قريباً صغيره وكل طريقه ومرتنا فيurg رسالة أستثمار الواقع الإجتماعي إذن من اللي كاتجينتا كإطار أجنابي أو كإطار مثلا المغربي تربى في أوروبا وما عارفش أنت بأنه هادو كاملين يلعبوا في طراب وكين ملعب قرب واحد وكين تنوبوا عليه ستمية واحد وعندك ملعب كبير واحد شدو حزب وملعب آخر شدو حزب وكورة القدم النسوي هنا ضعت لأنه دائما يلحيط القصير دائما يلحيط القصير هادو عزبتها الأندية الكبرى دارت مراكز تكوين وقدرتها للجامعة ولكن دارتها غير الرسوم ما كيعاونو نجرب موحيد ديلم اللي يضير بهم الفورق الأخرى والاستثمار في هادو الواقع الاجتماعي هادو كلي كان البرنامه زرية ودراسة يخصوا يمشي للجمعيات ويمشي للفورق ويتطور لأنه هادو يكون اكستيرن ما تستمشي الجامعة وما تتخلص لي تارية هو اكستيرن بحالي كان لدينا في كل فرح كان يقرأوا الصباح يخرجوا مع الثناش يتغدوا ويجوا ويترينوا عندي الأشي والغدلي كيرجوا أولا حامينهم من المشاكي الاجتماعية ما يوقعش فيه بزاف ديال الأفات ما غاديش يحتك كولك فيه اللاعبت ديال تلتاشل عم مع تمنتاشل عم ما توليك كتيرهم بالتدرج وانت غادي هادو تمت تعطي القاعدة لأنه أعطتك فرصة أعطتك الدولة فرصة كبيرة اللي هي المشتروع أو البرنامج للرياضة ودراسة لكننا لا نستغلل بطريقة لكي تستغل يا سيل عبدي في طيلة كلامك معنا في الحلقة وانت تشدد على ضرورة في الأهمية للتأطير القائد كنت من ريسال رادي لك تكون وصلت المسؤولين على هذا وشكرا على تباية الدواء مرحبا وتشرفنا بالحضور ديالك وأنا سنشكركم على الاستضافة وفي الحديث باقي نتصرفك مرة أخرى إن شاء الله وانتكلم على واقع كورات القدم نسوية بشكل أكبر مرحبا مرحبا في أي لحظة الله عبدي المشاهدين الكرام سننا نهاية الحلقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة